طيب دي نتائج المصرين النهاردة وللأسف الشديد منتخب فرنسا يسجل الهدف التالت أمام المنتخب المصري في الشوط الرابع عشان المنتخب الفرنسي يضمن بشكل كبير الوصول إلى المباراة النهائية لمواجهة المنتخب الأسباني في نهاية أولمبيات باريس ومنتخبنا الوطني يضرب موعدا مع المنتخب المغربي في مباراة تحديد المركز الثالث على الميدالية البرونزية مواجهة كبيرة بين الأشقاء المصري والمغربي زعلان زعلان ومش قادر قادر زعل زعلان مش من منتخبنا على منتخبنا عشان كانوا رجالة ولعبوا اكتهدوا أمنوا بحظوظهم وصدقوا نفسهم وعملوا مباراة كبيرة جدا في الوقت الأصلي أمام المنتخب الفرنسي الأمور البدنية ما تقدرش تعمل فيها حاجة ما يقدرش مدرب برة يقدر يعمل فيها حاجة احنا استهلكنا جدا بدنيا مع الاستهلاك البدني ده في 11 لعب اتراد لك واحد كمان بقت عندك الاستهلاك البدني والمجهود البدني الكبير دوت وانت بتلعب بعشر لعبين وده منتخب هو الأقوى في البطولة المنتخب الفرنسي بيلعب على أرضه وسط جمهوره وعنده مدرب زي تيري هنري كل حاجة كانت صعبة النهاردة بس هو اللي زعل كانت قريبة ديها 83 ديها 83 تعديلنا في الوقت الأصلي كانت قريبة بس رجالتنا ما أصروش يعني ما قدرش أقول لك مثلا النهاردة لو كان المفروض نعمل ولا كان صح كده ولا ما كانتش مش عارف مفروض ما نعملش ايه ما قدرش أقول لك كده خلاص دي كورة وده قدر ربنا ونرضى به أدام احنا اجتهدنا واتعبنا وأخلصنا في شغلنا هارد لك طبعا لو انتخبنا الوطني الأولمبي المباراة على وشك أن تنتهي والنتيجة 3-1 واللي جاي أحسن أتمنى أتمنى أصلا هم يعني شوف أنا زعلان دلوقتي هم هيبقوا محباطين جدا 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 بعد المباراة بس يا شباب قدامنا ميداليا قدامنا ميداليا نقدر انتخب المغرب منتخب قوي جدا أيضا بس نقدر نقدر نركز نستعيد عافيتنا ان شاء الله المباراة هتبقى يوم الخميس اللي جاي مباراة التالت والرابع غالبا هتبقى الساعة 6 مساء نركز نقف على جدينا كويس جهاز الفني والبعثة كلها يتعاملوا مع اللاعبين بشكل نفسي ومعناوي جيد عشان لو خدنا ميداليا فهي أول ميداليا في تاريخ مصر في لعبة جماعية في الأولمبياد انتو لسه مخسرتوش احنا خسرنا دهب وخسرنا فضة ولسه البرونز في ايدينا أرجوكم ما تضيعهاش احنا راضيين بكل اللي انتو عملتوه وانتو ما قصرتوش واحد في المليون منتخب ده شاب أمين معاكو يعني منتخب ما كانش حد أبدا يتوقع له ان هو يوصل للمرحلة دي منقوس العدد معظم اللاعبين ما بيشاركوش مع فراءهم ما عندكش لعيبة قدرت تضمها من المحترفين الكبار اللعيبة المحلية اللي انت الميكالي كان عايزهم زي مثلا عبد المناء وهم عشور عشان الدوري شغال فما قدرتش ياخدهم في بص في مليون سبب وسبب يقول ان الجيل ده ما كانش المفروض يوصل للمرحلة دي بس عشان هم رجالة ولعبوا بروح وبإخلاص وحبوا بلدهم وحبوا جمهورهم ادونا مستوى محترم في روح وفي رجولة عارف تزعل امتى؟ تزعل قوي؟ احنا زعلين طبعا على الحصارة بس تزعل لو حسيت ان احنا كنا مقصرين او كنا قليلين في البطولة او كان اي حد بيجي علينا ويلعب بسهولة لا احنا كنا ند صعب للكل احنا كسمنا اسبانيا كسمنا براجوي بطل امريكا الجنوبية والنهاردة مسجلين في فرنسا اول هدف يدخل مرماهم في الولمبيات احنا اللي سجلنا فيهم الاول وهم اللي تعادلوا معنا في الدقائق الاخيرة فكل حاجة كانت ماشية ميثالية بشكل رائع جدا فقط لسوق الحظ لسوق الحظ وطبعا المجهود المجهود البدني الكبير هو السبب ان احنا النهاردة ما قدرناش نكمل للنهاية ما قدرناش نكمل المية وعشرين ديئة بنفس الجهد منطقي منطقي جدا ونزعل شوية بس ان شاء الله ربنا يعوضنا خير في المبارات التالت والربح